ونتابع معكم هذه اللقطات المباشرة للاشتباكات نلاحظ تمركز لقوات الأمن وتواجد مكثف لها حيث هناك اشتباكات تأتي غادات زيارة الرئيس الفرنسي مانويل مكرون إلى لبنان القوات مكافحة الشغب تحاول وحاولت أن تتصدى لهؤلاء المتظاهرين في محيط مجلس النواب بخنابل غاز مسيلة للدموع وحاولت أيضا تفريقهم تأتي هذه الاحتجاجات عقب الإعلان عن تشكيل حكومة أو اختيار رئيس الحكومة بموافقة عدد من القوى السياسية تضم طيار المستقبل والمردة والوطني الحر والثناء الشيعي بالطبع أمل وحزب الله تأتي أيضا هذه المظاهرات وهذه الاشتباكات بعد زيارة الرئيس الفرنسي مانويل مكرون وهي زيارة ثانية نلاحظ الآن القنابل التي تلقى من قبل قوات مكافحة الشغب على المتظاهرين في محيط مجلس النواب اللبناني في محاولة من هذه القوات تفرقة المتظاهرين إن الأمور ربما تتصاعد المؤشرات تدل على أن حالة من التوتر تسود في الشارع اللبناني مرافقة ومتزامنة مع حالة التوتر السائدة على الطاولة السياسية في لبنان الرئيس إمانويل مكرون هو يتواجد اليوم في لبنان كان قد وصل بالأمس التقى الرئيس ميشيل عون